كما تقدمت قارنة رئيس الجمهورية السيدة انتصار أسيسي بالتهنئة لشعب مصر وقواته المسلحة بمناسبة ذكرى نصر العاشر من رمضان وأكدت سيدة انتصار أسيسي عبر مواقع التواصل الاجتماعية أن نصر العاشر من رمضان قد جسد فيه أبناء الشعب المصري ملحمة فداء للدفاع عن الوطن وتحرير أراضيه وقد شددت قارنة رئيس الجمهورية على أن هذا اليوم سيظل رمزا للفخر والعزة والكرامة مكتوبا بحروف من نور في قلب التاريخ وأن ما حققته قواتنا المسلحة من نصر المجيد سيبقى درسا ملهما يعكس عبقرية العسكرية المصرية في قهر المستحيل